اهلا بحضراتكم من جديد الاهلي كان بيلعب في كأس العالم الالدية الاهلي متصدر المجموعة بفرق الاهداف متساوي مع يانج افريكانز اللي لعب خمس مباريات لكن الاهلي لعب اربع مباريات في الفترة اللي احنا محتاجين فيها الدعم والاعلام يكون مساند للنادي الاهلي في مهمة وطنية امام شاببه الازداد عنده بعدها مديامة الغاني مباريات مهمة بنشوف النادي الاهلي وهو بيرسم الفرح خلال السين الماضية وهو الفرحة الوحيدة في الكرة المصرية بيفوزوا بالالقاب الافريقية بتتويجوا بالميداليات البرونزية في كأس العالم الاندية بيطلع علينا بعض الاعلاميين خلال الفترة دي وده غريب صراحة يدهوا يتكلموا عن مؤجلات النادي الاهلي اصل النادي الاهلي ملعبش في الدور الممتاز غير معرفش كم مباراة الاهلي متأجله شبابه الازداد هو الاهلي بيتأجله هو الناس قاعدة في بيوتها او الناس قاعدة مريحة الناس بيتأجلها علشان النادي الاهلي كان بيلعب في كأس العالم للاندية بيمثل مصر في بطولة مهمة على مستوى العالم وترجع الناس تتكلم بدل الناس النهاردة تساند بتصدر صورة سلبية بتتكلم عن اللاعبين المصابين بتتكلم عن اللاعبين الراحلين عن اللاعبة اللي هتيجي لسه وإحنا مش بوسم انتقلات هل الكلام ده في وقته وفي محله دلوقتي ولا مفروض نحن دخلين على ماتشين مهمين جدا نعنق زجاجة في دورة أبطال أفريقيا شباب والازداد ومديامة ماتشين وخارج الديار لازم كل تركيز لعبي النادي الأهلي عليهم خلال الفترة الجاية نروح للصحفي ونقد رياضي الأستاذ